سلام عليكم ان شاء الله ده هيبقى لسنتو من يونت سكس طبعا كالعادة اي لسن بيكون فيه شوية كلمات محتاجين لبص عليها الاول هبقى نشوف بقى الكلمات اللي معايا النهاردة طيب اول حاجة معايا هي محل لعب الاطفال ده اسمه توي ستور توي ستور مش ستور لا ستور ستور طيب محل الملابس اسمه كلوز ستور مش كلوزس مفيش كلوزس ولا كلوزس لا كلاوز ستور بقى السوبر ماركت بالانجلس يقلق بها تاني برة اسمه السوفر ماركت ثاني يقلق برسي وسوفر ماركت أو سوبر ماركت واقفت سوبر ماركت بعد كده عندي للسيدالية اسمها تاني فارمسي ثاني مرة كمان فار فار بص الأر فارمسي فارمسي ألعاب الأطفال دي اسمها تايز. مرة كمان تايز 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 مش تويز. تايز تايز. معجون السنان ده اسمه توث بيست تاني. توس توث بيست. تايز 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 تايز. عشان خطري. عشان خطري. الهدوم دي اسمها. مش كلوزت. تاني. لازم اعلم ابني من دلوقتي يتأسي صح الفواكه اسمها فروت فروتس 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 جمع فواكه كتير فكهة واحدة فروت فروت الخدروات اسمها تاني مرة كمان مش مش طيب خدمة الدبدوب قبلي كده يعني تاني تاني مولت اشتدي تاني بير يشتري حاجه ما عايزه يشتري حاجه ف هيا اسمها باي 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 طيب لو عايز اقول من اسمعها فرام فرام هتقول من السوبر ماركت فرام سوبر ماركت من السيدلية فرام فارمسي من من الشارع من اي حاجة من المدرسة من البيت فرام والحاجة اللي انا اقول عليها بعد كده بيكون في برنوتا كده وفي اربع اماكن اللي هما الكلوز والفارمسي والتوي ستور والسوبر ماركت مديني اربع كلمات وهم توس بايست و سكيرت و تادي باي و فروت والمفروض في جملة كده احنا بنثبتها ان هي اي باي كذا اي انا باي باشتري كذا فرام كذا والجملة اللي مدي يعني اي اي باي توس بايست فرام دا فارمسي طيب تعالوا بقى نلعب احنا بقى نسأل ابننا او بنتينا احنا بنشتري الفاكهة منين احنا بنشتري الاسكرت منين الفستان منين الساعة منين الحلويات منين الكيكة منين والتورتة منين و مش عارف ايه منين ويبدأ بقى يقول لك فرام والحاجة دي حتى لو ما مش عارف من الانجليش خليوا لها بالعرابي خليها فرام كذا وسيكون بقى لو عارفة بالانجليس يبقى Перفكت يعني مثلا انا عايز اقول مثلا اي باي انا بشتري tooth paste from the pharmacy دي الجملة اللي موجودة الكلمة البعدها skirt يبقى اي باي skirts الجبات يعني skirts from closed store the closed store يبقى انا بشتري الحاجة الفلانية from المكان الفلاني يعني مثلا انا اي باي teddy bear بالدبدوب from the toy store محل اللعب وهكذا ده اللعب اللعبة دي مع ابنك وانه كنت غيره الجمل دي ارقائمات دي ومش شرط طبعا الكلمات بس لف المنعج the more you give him more words the more he becomes perfect كلما تدي له الكلمات اكتر هو هيبقى افضل وافضل واحسن واحسن العبوا على النقطة دي وطبعا زي موجودة مش موجود عشان يحفظه بل علشان يبدأ هو اي ده ويبدأ يحط الحاجات في مكانها الصحيح حتى لو انت هتساعديه بنسبة خمسة ستين في المية مش مشكلة طيب تعالوا بقى نشوف الاكسرسايز بتقل ايه اللاسن ده اه اول حاجة طبعا هي الماتشنج هكلمين فيك كتير قبل كده لو عندك اي حاجة فيه هتجيلي طبعا على الجروب بتاع وطبعا انا بهتم اكتر بالحاجات اللي فيها حاجات اللي فيها حاجات اللي فيها حاجات اللي فيها لعب على انما ده ماتشنج وفيش اي مشكلة بعد كده بديك فيها ايه من الثلاث كلمات دولة ما لها الدايرة اي حاجة صحة لك تبقى على جروب اي حاجة بقولها في الفيديو هنا الحاجات المهمة والحاجات اللي فيها شرح والحاجات اللي فيها او فيها امريكين اكسنت نوت عشان تتعلم وتسمع الصح الاكسرسايز نومبر فايف بيقول اي باي توس بيست فروم ده فارم السين وهنا يقول لي دي صح ولا غلط طبعا احنا بنتعلم بقى ان التو سبيس بعجون السينامي يجبون صيدلية صح على طول انا مش هجاوب الجمل التانية بس هراها علشان تتعودوا على النقط الصحيح بتاعها يلا بين اول حاجة تاني حاجة buy clothes from the toy store شوف هاده صح ولا غلط وغوه ثالث حاجة buy vegetables from the supermarket شوف هاده صح برضه ولا غلط وقفوا الفيديو عشان تلحاوا الجو بعد كده شوفوا ده صحة برضو ولا غلط بعد كده شوفوا ده صحة ولا غلط بعد كده عندي اكسرسايز نمبر سيكس هو برضو في ماتشن نشوف الصورة والحاجة شين منين يعني مثلا مديني ومديني الاماكن تحت هو من الفارماسي ولا من السوبر ماركت ولا من الطوي ستور ولا من الكلوز ستور اكيد طبعا الطوي ستور ديو منين وصلوا وتعالوا على الجروب طيب بعد كده عندي سيركل سيركل ده كوريكت ويرد او ده كوريكت انسر اعمل دائرة على الاجابة الصحيحة طيب هنا مديني محل ومكتوب عليه من فوق طويز العب اطفال بيقول لي ده كلوز ستور ولا طوي ستور مفيد ان اعلم دايرة على الاجابة الصحيحة طبعا ده بردو مش في مشكلة قد اي حاجة تانية احنا قلنا عليها الجملة لان كده بعد كده عندي بيديني الكلمة ويقول لي اني مكان من دول هي اللي بتعبر عن الكلمة دي عندي اول حاجة هي مفيد ان انا اعرف اني صورة من الصور دي هي وعلم عليها علامة دايرة علموا يب علموا علموا لانا صح على الكلام دا طيب بعد كده عندي خضروات ومديني ثلاث صور مفيد ان اعلم على الاجابة الصحيحة من دول وهكذا بقى بعد كده بيجي الاكسرسايز ان انا مش بحبه لان انا مستصعبه جدا على اطفال زي ما قلت هو يديني الصورة ويقول لي ايه ده واكتب الكلمة من غير اي هنس ولكن هنس يعني دلائل من غير اي مساعد طبعا احنا احنا اللي هندي الدلائل واحنا هنا بقى في الصورة دي اللي هندي الهنس واضح هنا انه واحد بزوء عربية بتاعتك ارشور كده فهو احنا ده سوبر ماركت فنبدأ اعمل مع ابني واقول سوبر واخليه يقول الحروف ويكتبها ويطلق بط وانصحح وانعيد وطبعا زي ما قلت لك قبل كده انتو الكلمات دي ما فقط تبقوا عاملينها في بلزقناها حواليكم علشان خاطر تعرفوا تحافظوا الكلمات دي اللي ابنكم بسهولة جدا بعد كده بتكملوا بقى بقية وانا فيه اي سؤال او اي حاجة مش روضحة على بس كده ده وما كانش صعب قوي زي وان شاء الله اللي جاية تبقى اسهل من كده وزي ما قلت لكم التركيز الوحيد على بالذات لمرحلة هو اني اعوده على او والنوت الصحيح ليقدر من خلاله يفهم الاجانب وهو من نوعه صغير يبدأ يتربع على التأسيس الصحيح ده وكمان النوت بتاعة والكلام ده كله ولكن دي كلها حاجات بسيطة انا عايزكم تحلوها مع بعض في البيت عشان يكون فيه نشاطات تملوها في البيت وانا بنصحح حالكم عشان يبقاش كل حاجة معتمد انا لو حلت كل حاجة انا احبقى الموضوع طبعا مملش فيه فانا عايزكم تحلو وتغلطو ونصحح لكم ونسمعكو ونقول لكم كمان التقميم بتاعتك ان شاء الله ده سيكون كلاس نمبر سيكس او الكلاس السادس في الفوناريكس وهنكمل فيه ان شاء الله الـ C-V-C-Words وهناخد هنا فاول جديد غير الفاول اللي احنا خدناها المرة الفاتت اللي هو حرف الـ A اول حاجة خدناها المرة الفاتت كانت حرف الـ A وتكلمنا عنه ان هو بيزاي بيطلع صوت العين الخفيف ده زي كات وفات ومات وهات ومان وفان وقلنا كمان في حرف الـ R ما بيطلعش العين زي كار وفار وجار وستار طيب النهاردة هناخد فاول جديد وهو حرف الـ O وهنعمل كمان بينه وبين حرف الـ A مقارنا عشان نخلي بالنا من صوت الحرف ده وصوت الحرف ده وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه يلا بينا اول حاجة الصوت ده ده فانا محتاج هنا C عشان ده V عشان نيبقى فيه C يبقى انا محتاج two consonant يعني ولياكن ان انا معاي حرف الـ P الـ P ده C ولا V لا الـ P ده C طيب هكذا بحط الـ O بعد جده بحط مثلا C كمان فعملت الكلمة دي C B C Word وهنا الـ O لو انت كنت هتقررها الاول مرة من غير فهتلاقي نفسك بتقول put put وده طبعا من الصحي في الـ American accent هنا بقولها أه أه قول يلا معايا أه 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 وبمدي شوية كرة أه بص 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 pot pot P P P P P pot 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 يلا بينا حاول انت بقى معايا في الكلمة دي الـ H هه هه والـ O أه أه والـ T ته ته هات 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 طيب يلا الـ N O T ن ن آ آ ته نات نات pot pot hot نات pot hot نات يلا هألف لك كمان كلمة ما اللي عايز أقول مثلا الكلمة دي يلا انتقها فا هات p pon 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 pan on on pon pon on pon on pon on 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 حتى لو معك بس الكلمة دي اللي هي على ما تقولش on هتقولها كده on عايز اقول علي الترابيزة فبقول on the table طيب كلمة وظيفة فبقولش عليها جوب غلط في الامريكين اكسن عايزة اقولها صح تبقى قول يلا جا 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 والقو جوب 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 مرة كمان جوب 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 طيب لو انا عايزة اقول مثلا الكلمة دي يلا حتى رغيها مش موجودة والكلمة دي والكلمة دي براها الاف ف ف ف ف والاو ف ف طيب اللي بعدها والاو 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 بس 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 تي 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 او طا طا والام م م طام 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 طانا قدوا لكلهم باط والورايا باط باط ه ه ه ه ناط ناط بان بان job job fun fun ton ton tom 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 يبقى صوت الاو او 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 طيب تعاله اديك ملحوظة مهمة جدا لو لقيت الاو مع الاو مش هتقولها ار زي لو انت مثلا لقيت كلمة كده او كلمة كده او مثلا كلمة كده هنا لو انت طبقت فيها القاعد اللي انا لسه قيل لك عليها فهتقول لي فار ومار غلط 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 يا جدع غلط الاو مع الار اوور اوور فبتقول فور فور مور هي طبعا في كلمة مور بس دي دي مش موجودة عشامة لغباتها بس لو هي موجودة هقولها عليها كده مور مور كلمة دي نور 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 باتقول ما انت شايف الاو مع الار اوور اوور جتلك زد زور جتلك تي تور جتلك بي تور جتلك اي حاجة الار مع بعض اوور اوور فور نور فور نور اتفقنا طيب احنا كده خدنا السي بي سي ويرد بتاع حرف الاو والسي بي سي ويرد بتاع حرف الاي تعال بقى نحط الاتنين جنب بعض ونشوف الاتنين دول هيتنطقوا ازاي جنب بعض جاهز يلا بيناك لانا عندي الكلمة دي ومسلا عندك الاف اي تي والاف او تي وعندك مثلا الام اي ان والم والف 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 لو نطقتي دول كلهم صح؟ اعرف ان انت قدرت تفرق ما بين الاو والا كفاول والشورت فاول بتاعهم او النطق الصغير منهم يلا بينا دي اسمها دي ان 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 تان 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 ان ان تان 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 أنا أريدك أن تنطق المقطع المقطع فات فط يلا من 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 فار فور 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 دول استثناء هنا ان 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 ات ات ان 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 بس كده الاي اار الاوى او هاي بان بس كده و كده نكون قلونا الكلاس السادس من الفناديكس وopodكو ؟ سلام عليكم